وصفاته المعطي والمحسن والوهاب والجواد شوف الأسماء والمنان من صفاته كما قال بعضها العلم والكريم وسبحان الله كل هذه أسماء أسماء عطاء أسماء جمال أسماء سبحان الله توحي لأن العطاء يجب أن يكون حاضرا سبحان الله العظيم الأشخاص السعيدين في الحياة الأشخاص الإيجابين في الحياة هم أصحاب العطاء دائما وليس العطاء بالمال لا 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 قد يكون العطاء بالزيارة العطاء بالكلمة العطاء بالشفاءة العطاء بالبسمة العطاء بالحضور العطاء بالحضور العطاء بالمشاركة العطاء حتى بالكلمة العطاء بالرتويت الآن العطاء بالمساندة العطاء أعطوني الدعاء بالدعاء بالوصل بالابتسامة لا نحجر أو نحكر أو العطاء يسعد في البداية ويسعد في النهاية لا تحاول أنك تحجر العطاء في مفهوم ضيق لا هو عطاء فالذي يعطي دائما هو شخص الذي يسعد في البداية ويسعد في النهاية